فشل قبل أن يبدأ حوار جدة الذي دعت إليه السعودية أكثر من مرة في محاولة منها لفرض حل توفيقي وقد أكد مسؤولون مقربون من الحكومة تعثر هذا الحوار رغم صدور بيان من المملكة حمل صيغة ضمنية بالتهديد لمن يعرقل المحادثات الأنباء الأولية تشير إلى أن المجلس الانتقالي رفض الاشتراط السعودي بدمج قواته تحت سلطة الحكومة كون ذلك يعني بضرورة إعلان الولاء للشرعية وهذا الرفض تزامن مع تعزيز الإمارات لحلفائها بآليات عسكرية متطورة فضلا عن بدي عمليات حفر للخنادق في الطريق بين زنجبار وعدن ما يعني أن أبوظبي ماضية في مخططها الهادف وفق محللين إلى عزل عدن وتحصينها استمرار التعزيزات الإماراتية رغم صدور بيان السعودية المتضمن رفضها فرض واقع جديد بالقوة في اليمن جعل مراقبين يشككون من جدية المملكة في دعم الشرعية ويتهمونها بتوفير الغطاء لحليفتها لاستكمال مخطط تمكين الانتقالي في عدن لكن آخرين يرون أن الرياض جادة هذه المرة في دعمها للحكومة إلا أنها تبحث عن طريقة تضمن عدم خسارتها لحليفتها الإمارات الحكومة التي رحبت ببيان السعودية تدرك كما هي تغريدات مقربين منها أن الإمارات لن تسمح بعودتها لعدن إلا بتغييرات جدرية في الحكومة لصالح الانتقالي وهو ما ظهر من اشتراطات تعطي وزارات سيادية للانتقالي مع بقاء ميليشياته خارج إطار الشرعية الأمر الذي يجعل قبول الحكومة بأي تسويات سياسية قبل السعادة مقراتها ومعسكراتها بمثابة توقيع مجاني على ما أسماها وزير الداخلية بالذبح من الوريد إلى الوريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر